الغريب أننا نصفح على الكيان الصهيوني ونقايم معه علاقات أما العلاقات البينية العربية ما زالت متوترة كثيرا أعتقد بأن هذه قمة الدول العربية في الجزائر أعتقد بأن لبنان يعول عليها كثيرا من أجل تخفيف الضغط عليه وتخليصه من عقوبات قيصر كذلك التي تمس الكثير من الكيانات أو المؤسسات التي تريد أن تتعامل مع لبنان وبالتالي فزيارة رمطان العمامرة إلى لبنان هي خطوة إيجابية جدا في ظل الحصار الذي عرفه لبنان وبالتالي فذهب إلى لبنان والاستماع عليه وإشراكه في إعداد جدول الأعمال وكيفيات توصل إلى حد أدنى من الاتفاق حول مختلف القضايا العربية